السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معي متتابعي الكرام. اليوم سنقدم لكم وصفة ديال شلدة بالبطاطا وبالخضر. الخضر طرية ما طيباش. مع السلسة اللي كنا ديجا درناها في القناة ديالنا من قبل. غادي نحط لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو. اه كنتمنى ان هاد الوصفة ديال الاستحسان ديالكم. وتعجبكم وتجربوها. وما تمساوش اه تخليوا لنا تعليقات ديالكم اسفل الفيديو. ببراكاتي الله غادي نقدمو الوصفة. الوصف غا نحتاجوا تقريبا خمسة ديال البطاطا مسلوقة ومحيدة لها القشرة. غادي نحتاجوا فلفلة وحدة مشلدة. خزوة او جزرة وحدة مشلدة. اه قزبورو معدناش مفرومين. اه واحد طريف ديال المكور. بس لما كانش عم توفر عندنا هاد اللون اللي هو هاد النوع كان ديرو الخضر العادي. واحد بوطة ديال ديال درا. اه السلسة ديالنا بالطبع اللي ديجا قدمناها لكم. غادي نحط لكم الرابط. اه هاد الوصفة اه هاد نوع ديالش لادا اه زوين بزاف اه صحي و وكيعجب الوليدات الصغار بالخصوص. معكو البطاطا ديالنا ممكن نطحنوها اه الى كان عندنا طحان كهربائي او اليداوي. من بعد غد نضيف لها آآ الخضر ديالنا اللي عندنا. عنا خيزو ممكن اللي ما بغاش خيزو خضر ممكن يدوزو في المقلاء يشحره شوية. انا كنفضله يكون خضر هوك كنستفدو من الفيتامين ديال ديال اللي فيه. كن نخلطو. الخضر ديالنا وندروا لهم شوية ديال الملحام شوية اللي بزاف. شوية ديال الزيت اللي بلدية اختياجية. وصفة جيد بسيطة وسهلة ضغية كتوجد ما كتحش منها بزاف ديال وقد نجيب واحد مول كبير كيف ما يمكن لنا ندروها في مولات فرضية صغار. غادي ندرو اي مول نتوفر عندنا ماشي شرط يكون هاد المول هادا. آآ غادي نقدوها في المول مزيان باش تشد لنا الفورما ديال المول. والمول ضروري نكونو مغطيينو. بالبلاستيك الغدائي باش ما تلسقش لينا آآ شلطة ديالنا في في المول وتهال علينا تهال علينا نحيلوها من المول. من بعد ما قديناها مزيان. غادي نقلبوها. في التبسيل ديال تقديم. ممكن تبسيل نفرش عليها طريفات ديال الخص. غا نخوي الصلصة ديالنا في الوسط. هاد نوع ديال الصلصة كتواتة بزاف مع دنوع ديال شلطة. وهدي هي كانت الوصفة ديالنا لهاد اليوم. كانت مننا نهاتنا لإعجابكم. ما تنساوش دائما آآ تبرتجيو الوصفة ديالنا مع الاصدقاء ديالكم. وما تنساوش اننا نحبكم في الله وإلى وصفة أخرى بإذن الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.